بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 12 اللي بيتكلم عن الكابلينجز وبنروح على الكاتيجوري التانية من Types of Coupling ألا وهي Flexible Couplings أو القارنات المارينة طبعا القارنات المارينة مخصصة للأعمدة اللي فيها Misalignment أو فيها انحراف في الاستقامة بأنواع مختلفة اللي احنا تكلمنا عليها سوى إذا كان Angler أو Parallel أو خليط من الأنجلر والParallel النوع الأولين اللي عندنا بيسموها Universal Coupling وده الشكل بتاعها اللي قدامنا تقباره عن جزئين جزء واحد جزء اثنين جزء الواحد ده بيركب على العمود وده طبعا بيبقى المحور بتاعه جزء الثاني بيركب على عمود رقم اثنين وده المحور بتاعه هنلاحظ هنا طبعا إن المحورين بيشكلوا زاوية مع بعض وده اللي بيستوعب Angler Misalignment طبعا لو عملت وصلة زي دي كمان قبل ما ركب على العمود التاني يبقى فيه عندي وصلة واحد وواحدة تانية ووصلة اثنين ممكن إن هو يستوعب كلا النوعين اللي هو Angler Misalignment والparallel أو Lateral Misalignment النوع التاني اللي عندي فيه الفلكسبول كابلنج اسمه Old Ham Cobbling ودي عبارة عن إيه طبعا عندي جزء برضو واحد اللي هو ده بيركب على العمود هنا وده طبعا التجويف الخاص بالkey عشان يكون وسيط ما بين العمود والفلانج دي ونفس الجزء ده جزء رقم اثنين زي بالضبط هلاحظ هنا فيه تجويف بيقابله بروز في الجزء الاسود ده مقابله هنا فيه تجويف أيضا بيقابله بروز في الجزء الاسود ده أثناء عملية الدوران هنلاحظ طبعا ان هنا لو خدنا المحور ده كده والمحور ده هنلاقي اللي اتنين فيه حالة توازي لكن فيه ما بينهم هنا مسافة وديه اللي انا بسميه احد انواع اللي هو المسال cm اللي احنا بنسميه او او في الحالة دي طبعا لما العمود الاولاني بيدور بيدور معه الفلانج دي بيدور معه الجزء الوسيط ده بيدور معاه الفلانجة او الجزء رقم 3 وبيدور معاه الجزء ده برضو اللي هو العمود في نفس الاتجاه لكن طبعا هنلاحظ انه بصفة عامة في الفليكسبول كابلينج الاسبيد بتاعت او السرعة الخاصة بالعمود خاصة في الالد هام كابلينج ده لابد ان هي لا تتعدى حدود معينة حتى لا يتم تدمير هذا الجزء ويحصله فيلير يبقى لازم ان انا يكون عندي فيه لمت للسبيد وبالطبع فيه لمت طبعا للتورك ممكن ان انا انقل تورك كبير الى حد ما وانحنا لما بنيجي نصممها بنصممها بحيث ان البروزات دهيت او الاجزاء الوسيطة تتحمل الاجهاد الواقع عليها بكده نكون انتهينا من شابتر 12 اللي هو الكابلينجز ونلتقي في الدرس القادم وشابتر 13 ان شاء الله اشتركوا في القناة